استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفاضي حيث تم تأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على سمعة المنتج المصري عالميا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أيمن الصفاضي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادت التبادل التجاري اتساقا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطع الحيوي من تقدم مضطرد خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة لأحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريبا للرقعة الزراعية وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين انتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمسة الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الرأي الحديثة لتوفير المياه وكذا تيسير استخدام الميكانة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع أيضا معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج التي تحقق طفرة كبيرة إذ تجاوزت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 حيث وجه سيادته في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على تعزيز سمعة المنتج المصري عالميا من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن كما أكد السيد الرئيس أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعات واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية بما يمضي بمصر قدما على طريق تعزيز الأمن الغذائي لسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام خاصة توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين